العاهل المغربي سبق أن أشار أو أرسل دعوات من هذا النوع. ما الجديد هذه المرة؟ نعم كما قلت أن هذه ليس هي الدعوة الأولى التي يدعو فيها ملك المغرب الززائر لإعادة العلاقات المغربية الززائرية إلى مصارها الطبيعي. ولكن هذه المرة تميزت هذه الدعوة أولا بتزامنها مع خطاب المسير الخضراء وهذا له دلالة عميقة جدا. ثانيا أن هذه الدعوة أتت بدون أن يطلب العاهل المغربي أي شروط من الززائر. والثالثا أن الخطاب الملكي كان واضحا في يد كل المساعدة وكل الآليات التأمين وآليات الجدية في فتح عهد جديد. إذن هذه المبادرة الملكية الجديدة تميزت أولا بشكلها. لكن دكتور ميلود هل الرباط تمتلك معطيات جديدة؟ لأنه كمان كان مفاجأة في هذا الموضوع. هل هناك معطيات جديدة سواء على المستوى المشهد داخل الجزائر أو داخل المغرب أو حتى داخل المشهد الدولي. حول إمكانية تحقيق إنجاز هذه المرة؟ نعم هو المغرب الآن يمكن أن نتحدث عن الإرادة المغربية. لكن الجزائر إلى حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي عن النظام الجزائري للرضيء مباشرة على الخطاب الملكي. ولكن هناك بعض المنابر الإعلامية التي نابت عن النظام الجزائري لوضع الشروط على كلين. المغرب اليوم يوجد في موقف قوة. وقدم مبادرة مهمة للجزائر. هذه المبادرة أيدها عن مجتمع الدولي. الاتحاد الأوروبي. جامعة العربية. ودول الخليج. وحتى بعض القوى الغربية القوية.